هذه الخرقة الهمامة ألبسني إياها شيخي الحبيب عبدالقادر الثقاف وألبسه خرقته بسنده أبوه أحمد بن عبدالرحمن الثقاف عن شيخي علي بن محمد الحبشي عن شيخي أبي بكر بن عبدالله العطاس عن شيخي الحسن بن صالح البحر الجفري عن شيخي عمر بن ثقاف الصافي الثقاف عن شيخي الحسن بن علي الجفري عن شيخي أحمد بن زين الحبشي عن شيخي عبدالله بن علوي الحداد عن شيخي عمر بن عبدالرحمن العطاس عن شيخه الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم عن شيخه الفخر الشيخ أبي بكر بن سالم عن شيخه شهاب الدين الأكبر عن أبيه عبد الرحمن بن علي عن أبيه علي بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف عن أبيه محمد بن علي مولاد دويلة عن أبيه علي بن محمد عن أبيه علي بن علوي عن أبيه علوي الغيور عن أبيه محمد الفقيه المقدم والأستاذ الأعظم عن أبيه علي عن أبيه محمد صاحب مرباط عن أبيه علي خالع قسم عن أبيه علوي عن أبيه محمد عن أبيه عبيد علوي عن أبيه عبيد الله عن أبيه أحمد المهاجر عن أبيه عيسى النقيب عن أبيه محمد جمال الدين النقيب عن أبيه علي العريضي عن أخيه موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الزبط الحسين عن أبيه إمام الأولين والآخرين باب مدينة العلم علي بن أبي طالب عن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له كل هذا السند آل البيت سلسلة من الذهب كل من فيها من آل البيت قلت له اسمع الخرقة التي نلبسها سندها متصل بآل البيت نحترمكم ولا نظم ولا نكفر كغيرنا لكن احذروا ان كنت تقول انك شيعة آل البيت نحن آل البيت تفضل شيعة معنا الاتباع ونحن آل البيت تعلمنا ان اصحاب جدنا حما ممنوع والذي يتطاول على اصحابه نحن فنقوم امامه واقسم بالله العظيم ان من يتطاول على سيدنا ابي بكر او سيدنا عمر او على احد من الصحابة اشد عندي ممن يتطاول على ابي وامي وجدي وجدتي لا يزايدا احدا علينا في اصحاب رسول الله لا باسم اهل البيت ولا باسم السنة هذا منهج ليس فيه عبث ولا يقبل المزايدات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر